معلوم لنا جميعا أن الشيطان هو عدو الإنسان الأول بدءا من سيدنا آدم والسيدة حواء توعد الشيطان الإنسان بالوسوسة والإغواء حتى يصل به إلى نار جهنم من رحمة ربنا أن كيد الشيطان كان ضعيفا حتى لا يكون له علينا من سلطان زي ما ربنا أعطى للشيطان سلاح الوسوسة أعطى نحن كمان سلاح يسمى الاستعاذة معروف أن الاستعاذة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ أستجير وأعتصم وأتحصن والله هو اسم الله الأعظم الذي يحتوي على جميع أسماء الله الحسنى فأقصد بالله القوي حين أحتاج إلى القوة وأقصد بالله الرحيم حين أحتاج إلى الرحمة وأقصد بالله العادل حين أحتاج إلى العدل أما الشيطان فأصلها من كلمة شطنة وهي من ابتعد عن المنهج الإلهي والرجيم هو المبعد المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى الشيخ الشعراوي في تفسير الاستعاذة يقول إن القارئ للقرآن هو المستقبل والشيطان هو مانع للاستقبال زي بالزبط فكرة الراديو لما بيكون في موجة مشوشة بنحاول ننقي الموجة علشان نسمع الإذاعة بشكل سليم معناه إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي وسيلة لطرد الشياطين ووسوستهم وتهيئة القارئ لتدبر الكرآن الكريم الاستعاذة ليست آية من آيات الكرآن الكريم ولكن أجمع العلماء على استحباب قولها حين قراءة الكرآن الكريم قال الله تعالى فإذا قرأت الكرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم